طلابي أحبائي أسعد الله أوقاتكم ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الرابع بمادة اللغة العربية للصف الأول سنقوم يا أحبائي في هذا الأسبوع بالتركيز على مهارات اللغة العربية من مهارة الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة والتعبير أيضا يا أحبائي في هذا الأسبوع سنقوم بقراءة إنها زهرة واحدة وهو النص المرتبط بالوحدة سنقوم بقراءة صفحة 2 وتحليل معاني الكلمات ومن ثم التدرب على تهجئة وقراءة البطاقات الموجودة في أسفل الصفحة أيضا يا أحبائي خلال هذه الدرس سنقوم بالتركيز على النباتات من حيث التركيز على أجزائها وفوائد النبات والنفع الذي يعود علينا من النبات وكيفية المحافظة على النبات في هذا الأسبوع يا أحبائي سيتم التركيز على قراءة وكتابة جمال الإملاء والتي تحتوي على حرف الصات بحيث كتابته واللفط في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة وربطه بالمد الطويل والمد القصير أيضا يا أحبائي سنقوم بالتدرب على القراءة البطاقات والكتابة الإملائية عدة مرات أيضا سنقوم في هذا الأسبوع يا أحبائي بالذهاب إلى المكتب واستعارة قصة والتركيز عليها للكاتب زكريا تامر وهي قصة عشب أزرق حيث سنقوم بتحليل شخصية القصة والحل والعقدة والمشكلة وأيضا سنقوم في خلال هذا الأسبوع بعمل تقييم للقراءة يوم الأربعاء وتقييم للإملاء طلابي أحبائي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء